موسيقى حوار التاسعة مع زيد عبد الوهاب موسيقى مشهد يا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى حوار التاسعة إلى المربع الأول عادوا بعد أشهر من المفاوضات والاتفاقات التي لم تكتمل كانت كاركوك ووزارة العدل نقطة الخلاف التي كشفت هشاشة الموقف فكل يبحث عن ضمانات تحفظ له مناصبه السيادية واتفق الطرفان على عدم الثقة فطالبا بعهود ومواثيق أحدهما قاطع وما يزال والآخر حصل على الرئاسات الثلاث ويقول هل من مزيد عن الحكومة المرتقبة في إقليم كردستان والحزبين الحاكمين نتحدث موسيقى موسيقى بعد تأجيل دام ثلاثة أشهر استكمل فرلمان الأقليم جلسته المعلقة وسط أجواء سياسية متشنجة للغاية ما بين الحزبين الرئيسين الحاكمين في إقليم كردستان البارتي واليكتي انتخب أعضاء الفرلمان رئيسة مؤقتة للمجلس هي فالا فريد مرشحة الحزب الديموقراطي الكردستاني وأول امرأة تترأس الفرلمان غاب الاتحاد الوطني عن الجلسة احتجاجا على عدم حل جميع المشاكل المتعلقة بتقاسم السلطة في الإقليم والحقائب الوزارية المخصصة للكرد في الحكومة الاتحادية فضلا عن تطبيع الأوضاع في محافظة كاركوك وانتخاب محافظ جديد لها يكون أحد أعضاء الحزب في هذه الأثناء عقدت حركة تغيير اتفاقا سياسيا مع الحزب الديموقراطي في أربيل ينص على العمل كفريق واحد ضمن حكومة الإقليم للسنوات الأربع المقبلة وتحصل الحركة على وزارات المالية والبلديات والأعمار مع منصبي نائب رئيس الإقليم وهناك جملة من الأسئلة تحتاج إلى نقاش هل يشهد إقليم كردستان مرحلة جديدة من الصراع ما بين الحزبين وما حقيقة الخلاف على المناصب والموارد وهل سيؤدي كل ذلك إلى تقسيم الإقليم إداريا وما مدى انحياز بغداد لجهة دون أخرى وما دور العامل الإقليمي والدولي في صياغة المشهد السياسي كل ذلك وأكثر نتناوله اليوم في حوار التاسع نبدأ بالتقرير التالي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشاهد الكرام كالمعتاد نبدأ بتغريدات السياسيين التي تكتب على تطبيق تويتر هذا التطبيق الذي يحتوي آراء السادة النواب والمتابعين والمحللين ويختصر الكثير من الآراء عبر وسائل الإعلام نبدأ بتغريدة لسروة عبدالواحد عضو مجلس النواب وهي تعلق على أزمة إقليم كردستان تقول عندما انشق الراحلان جلال طالباني واني شروان مصطفى عن حزب الديموقراطي الكردستاني كان بسبب الخلافات المبدئية مع الراحل ملة مصطفى الذي كان يؤمن بتوريث الحكم لكن خلاف حزب الطالباني مع البارزان اليوم هو خلاف على كيفية تقسيم الكعكة فيما بينهما لأنهم الآن متشابهان في الإدارة والحكم نفس كتابة هذه التغريدة من السيدة سروة عبدالواحد هو نفس معارض لكل التوجهين سواء للبارتي أو لليكتي هي تعارض التوريث كما قالت وأن الخلاف هو عبارة عن تقاسم كعكة المناصب ما بين الطرفين وأن الموضوع لا يتعدى أن يكون خلافا حول كاركوك على سبيل المثال وبقية المناصب يعني احنا في هذه الأزمة تحديدا تحديدا في هذه الأزمة أزمة إقليم كردستان عندنا مشكلتين مشكلة دارة كاركوك اللي من المفترض أن يوقع اتفاق ما بين الطرفين في يوم الجلسة حتى تمضي الحكومة والقضية الأخرى تتعلق بوزير العدل الذي يعني واحدة من الوزارات في حكومة عدل عبد المهدي معطلة بسبب الخلاف ما بين الجهتين ما بين البارتي والليكتي ولكن أعتقد بأن الموضوع أعقد من هذا الشيء يعني الموضوع خلفيات تبدي من قضية كاركوك لما دخل الجيش العراقي إلى كاركوك باتفاق سياسي ما بين الأعبادي والسليمانية لتغيير الوضع في كاركوك لا سيما بعيدة الاستفتاء الذي حصل على استقلال الأقليم كردستان تستمر تغيير سروع عبد الواحد أيضا وتقول بعد الاتفاق الذي أبرمته حركة تغيير مع الديموقراطي الكردستاني لست متأسف لترك هذا الحزب الذي غير نهجه المدافع عن المواطن بنهج المصلحة ومطالبا للمناصب والامتياز التغيير اليوم ليست تغيير الذي شكلها الراحل نشورون مصطفى فقد أصبحت شركة الديموقراطي الكردستاني ولم تعد حركة شعبية أيضا بنفس معارض تتحدث السيدة سروع عبد الواحد يعني هي تشير بأن كان هناك اتفاق ما بين اليكتي وتغيير على الدخول بيعني نفس واحد وبمنهجية واحدة معارضة وباتفاق واحد معارضة لتوجهات البارتي ولكن من وجهة نظر اليكتي فإن حركة تغيير انقلبت على هذا الاتفاق فوجدوا في يوم الجلسة أن حركة تغيير صارت في صف البارتي مستفيدة من المناصب وهذه العملية السياسية من يريد أن يلعب سياسة ويحقق مكتسبات ممكن بهذه الطريقة يغير الشراكات يغير من خارطة التحالفات وهذا طبيعي في العمل السياسي وأيضا نشأت السيدة سروع عبد الواحد كنائبة عن تغيير اليوم تحولت لتكون معارضة لتغيير ومعارضة للفارتي ومعارضة لليكتي بنفس الوقت السيد عرفات كرم عضو مجلس النواب المشكلة أن المعارضة في كردستان لا تعرف أبسط أبجديات هذا المشروع الحضاري فهي تعارض كل ما لا يتناسب مع مشروعها الحزبي الضحل نضعه طبعا بين الضفرين وتعد مشروعها مشروعا وطنيا ومشروع غيرها لا قيمة له المعارضة في عموم العراق هي صورية المعارضة في عموم العراق ليست معارضة الحقيقية بمعنى هو يقولك أنا معارض للسياسات ولكن هو عضو في الحكومة أنا معارض لتوجهات الحكومة في القضية الفلانية والفلانية وتجد أنها شريكة للحكومة بتوجهات ما اليوم حركة تغيير في مرحلة سابقة كانت معارضة ولها بصمة كبيرة على أقريم كردستان منذ نشأتها وبدأت تزاحم البارتي في إدهوك تحديدا وهي أحد معاقل الحزب الديموقراطي الكردستاني لا تقلشنا عن أربيل ولكن اليوم هي حليفة الخرائط السياسية متحركة لمن يدرك العمل السياسي نختم بفلاح المشعل الكاتب والمحلل السياسي كردستان ظاهرة التقدم الاجتماعي تتفوق على بقية مدن العراق والدليل أن رئيسة برلمان كردستان امرأة ونائبتها امرأة ولا أعتقد من الممكن أن يحدث هذا في بغداد ومع أحزاب الإسلام السياسي مبارك للمرأة الكردية لأول مرة تتسنم في العراق امرأة رئاسة برلمان ورئاسة السلطة الشريعية وإن كانت مؤقتة ولكن هي ظاهرة مهمة تحتاج إلى وقفة طبيعة التفاهمات السياسي أفرزت أن تمضي القوى السياسية إلى تقديم امرأة إلى رئاسة تقليم كردستان ولو مؤقتا وهذه الظاهرة يعني غير متكررة من وجهة نظر فلاح المشعل بسبب وجود أحزاب الإسلام السياسي وللعلم حتى اللحظة في حكومة السيد عادل عبد المهدي لا توجد امرأة لذلك هناك تصميم على أن تكون على حقيبة وزارة التربية امرأة وهذه أيضا سابقة خطيرة في توجهات الحكومات العراقية قبل 2003 وبعد 2003 في غياب التمثيل النسوي عن العمل الحكومي في السلطة التنفيذية طبعا نحن طالبنا السادة المشاهدين بالإذلاء برأيهم على صفحة القناة على فيسبوك وسألناهم سؤالا يعني إلى حد ما بتحدي إلى حد ما هو يحاول أن يقرأ مستقبل أقليم كردستان أو أن يستشرف سيناريوهات الصراع ما بين الحزبين الكرديين في حال استمر وفي حال لم تكن هناك تسوية ما بين السليمانية وأربيل سألنا السادة المتابعين هل سينقسم أقليم كردستان على نفسه بسبب الصراع بين الحزبين الرئيسيين يعني الخارطة السياسية حلبشة محافظة رابعة سليمانية حلبشة أقليم وأدهوك أربيل أقليم ممكن أو بخارطة أخرى ولكن حدة الانقسام السياسي الحاصيلة الآن ما بين الفارتي واليكتي سليمانية وأربيل هل ستدفع أقليم كردستان إلى الانشطار أو الانقسام 34% يعتقدون نعم و 66% يعتقدون لا بمقاييس التصويت التي كانت على صفحة الفيسبوك لفضائية الفلوجة وبالإمكان الطلاع على مجمل الآراء التي ربما تؤيد أو لا تؤيد فكرة الانقسام في داخل أقليم كردستان على إيتي حال هناك تصريحات خاصة لحوار التاسعة وردتنا من السادة النواب الذين تابعناهم وسألناهم طبعا بالمناسبة خليني أطلق هنا رسالة عتب إلى سياسي إقليم كردستان من الطرفين من الطرفين من الفارتي واليكتي وبدون السفناء من الصباح ونحن نتصل على كلا الطرفين لنطالبهم بأنه اطلعوا إلى الإعلام وتحدثوا بمشكلتكم بوضوح للرأي العام حتى الناس تفهم طبيعة ما يجري في إقليم كردستان الناس تحب إقليم كردستان الناس تحب أربيل والسليمانية من نظيمها الضيم في بغداد لسبب أمني وببقية المحافظات أو تريد تطلع من حر الصيف في بقية المحافظات هربا من انقطاع الكهرباء وين تروح؟ تروح إلى إقليم كردستان حسب المستطاع سليمانية أربيل الناس تحب إقليم كردستان فتحب تعرف حيثيات الأزمة وحيثيات المشكلة شلون تعرف؟ ليس من الصواب أن تعرف من خلال وسائل الإعلام باعتبار أن وسيلة الإعلام تشتهد بتوجهاتها حتى توصل إلى الرأي العام مشكلة إقليم كردستان الحقيقية فتحركنا على الجميع فكل الطرفين هذا يعتذر وهذا يصدر كتاب رسمي من اليكتي بأنه ممنوع أحد يطلع إلى وسائل الإعلام سوى المتحدث تتصل على المتحدث الرسمي يعتذر تتصل على أبو البارتي يعتذر بحجة الاجتماعات كل يتكون مشغولين باجتماعات كل يتكون مضطرين يعني إلى الحضور إلى الجلسات الخاصة حتى تحلون هذه المشكلة ولكن أيضا أنتم مجبرين على الظهور على وسائل الإعلام لشرح حيثيات المشكلة الرأي العام من خلال منصة وفضائية كفضايا الفلوجة فلا تبخلوا أنتم قاعد تتكلمون عن مصير ناس هذا مو مصير أحزاب هذا مصير العراق بأكمله مو فقط مصير الاتحاد الوطني الكردستاني أو فقط مصير الحزب الديموقراطي الكردستاني هذا مصير العراق هذا الانقسام الحاد في داخل إقليم كردستان يهدد وحدة العراق ويهدد مصير كردستان أيضا ويهدد مصير الثروات الموجودة في أقليم كردستان ويهدد وحدة النسيج المجتمعي في أقليم كردستان الموضوع لا يقتصر فقط على خلاف سياسي ما بين جهتين تتعلق بمنصب منصبين أو حكومة حكومتين لا هذا منصب يتعلق بالعراق الخلاف السياسي ما بين الحزبين ينبغي أن يخرج إلى العلن تشرحوا إلى وسائل الإعلام وصلوا رسالتكم مثل ما أنتم تحبون على ايتي حال هناك ثلاثة تصريحات خاصة به سادة نواب أعطونا من وقتهم عبر الهاتف دقائق وأعطونا موقفا سياسيا مما يجري في أقليم كردستان مشكورين ولكن كنا نطمح أن يكون لهم ظهور على الشاشة مباشرة السيدة ألا طالباني واحدة من السياسيات المعروفات من اليكتي لها دور ولها نفوذ واسع في السليمانية كان من المفترض أن تكون معنا ولكنها اعتذرت ولكن أيضا هي أدلت بتصريح لحوار التاسعة قائلة الجلسة كانت مكتملة النصاب والتصويت لكن لا يوجد في النظام الداخلي لبرلمان الاقليم انتخاب رئيس برلمان مؤقت وهذه مخالفة قانونية هذه مخالفة قانونية هذا يعني بأن هناك جملة من الاتفاقات قد نصفت في الجلسة واحد من هذه الاتفاقات بأنه بدل ما نمضي إلى التفاوض على رئيس للبرلمان راحوا الجماعة إلى تسمية رئيس مؤقت في قضية تعتبر من وجهة نظر ألا طالباني أنها مخالفة أو مخالفة قانونية لا يوجد في النظام الداخلي لرئاسة الفرلمان يبدو أن عدوى ضرب القوانين وعدم الالتزام بها والأنظمة الداخلية انتقلت من بغداد إلى أقليم كردستان ريبوار بابكي أيضا صرح لحوار التاسعة قائلا نقطة الخلاف بيننا وبين الاتحاد السيد ريبوار زميل طبعا في الدراسة السابق قال بأنه طبعا هو يمثل الفارتي يقول الخلاف بيننا وبين الاتحاد الوطني الكردستاني هي كاركوك فنحن نطالب بالتطبيع وحل مشكلة الوضع القائم وهم يطالبون بمنصب المحافظ احنا ذكرنا في حلقة سابقة من حوار التاسعة بأنه مشكلة أربيل لما تحدثنا عن كاركوك تحديدا مشكلة كاركوك ما بين الفارتي واليكتي اليكتي يريد يدخل إلى السليمانية ويفرض وضع سياسي ويشارك في انتخابات ويشارك بمفاوضات الفارتي على العكس يطالب بتطبيع الأوضاع وتأهيل العمل السياسي واسترداد الحقوق إلى ما قبل ما جرى من دخول للجيش العراقي إلى كاركوك وفرض واقع عمني حتى يدخل إلى الميدان السياسي مرة أخرى من خلال تمثيل فهنا المشكلة ما بين الطرفين هي قضية المنصب أيضا اللي واحدة من الخلافات لأن اليكتي يصر على أن يكون منصب محافظ كاركوك له مثنى أمين من الحزب من الحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني يقول الخلافات غير صحية وتؤثر على سير الحياة فإلى الآن لم تتشكل الحكومة ورئاسة البرلمان منقوصة والأقليم منقسم فعليا بحسب سيطرة كل حزب على منطقته وهذا أخطر ما يهدد أقليم كردستان هذا التصريح أيضا خاص لحوار التاسعة يا جماعة قلنا بأن قضية أقليم كردستان هي ليست كردية فحسب الانقسام السياسي الحاصل في أقليم كردستان لا يتعلق بمصير الأحزاب الكردية فقط لا بارتي ولا يكتي هذا يتعلق بمصير العراق يتعلق بمستقبل العراق نستقرب حتى اللحظة صمت الحكومة العراقية في بغداد على وضع أقليم كردستان وطبيعة الخلافات السياسية كنا ننتظر اليوم في المؤتمر الصحفي أن يتحدث السيد عادل عبد المهدي عن شكل الخلاف ينبغي أن تكون هناك وساطة من نلزن بغداد للتدخل والتسوية في شكل الصراع ما بين الطرفين ليش نعوف أربيل والسليمانية يحددان مصيرهم وحدهم أو مصير كاركوك وحدهم هذا يتعلق بمصير العراق هذا يتعلق بمستقبل العراق برمته وليس فقط بارتي ويكتي ليس فقط سليمانية وأربيل يعاب على بغداد أنها سكتت وصمتت ولم تقدم حتى الآن مبادرة سياسية لحل المشكلات ما بين الطرفين ينبغي أن تكون هناك مشاركة ينبغي أن تكون هناك مبادرة لحل الخلافات عندك رئيس مهم كردي في بغداد السيد برهم صالح هو طرف من أطراف العمل السياسي في أقلين كردستان أين دوره وهو حامد دستور في حل الخلافات ما بين الطرفين المشكلة في أقلين كردستان ليست سهلة مشكلة كاركوك سواء كانت ما بين سليمانية وأربيل أو بغداد سليمانية أو بغداد أربيل هي مشكلة ليست سهلة وبسيطة بل هي مشكلة معقدة تتطلب طرفا ثالثا لحل هذه القضية حتى لا نخسر الاستقرار السياسي والاقتصادي الموجود في أقليم كردستان لأن الاستقرار السياسي في أقليم كردستان والاقتصادي هو مكسب للعراقي كله وليس فقط للأحزاب الكردية الناس تفرح لما تروح يعني الناس لما تتحدث عن أقليم كردستان في صلاح الدين أو في الأنبار أو في بغداد أو في البصرة تتحدث احنا ليش ممتل أقليم كردستان رغم أن موازنتنا أكبر لذلك الحفاظ على تجربة أقليم كردستان مسألة مهمة وحيوية ينبغي أن تقوم بغداد بدور فاعل لحل هذه المشكلة ولا تترك الخلاف يتفاقم ولا يتترك الخلاف شخصي ولا تترك الخلاف يأخذ بعدا ثأريا هذه المسألة جدا مهمة ننتظر موقفا من بغداد لمعالجة هذه الأزمات المتفاقمة حتى نحافظ على عراق مستقر متقدم تماشيا مع تجربة أقليم كردستان نلتقي بعد فاعل بإمكانكم متابعة برامجنا وأخبارنا كافة من خلال الاشتراك بقناة الفلوجة على موقع اليوتيوب قناة الفلوجة متواصلة في تغطية الأحداث مشاهد الكرام شكرا لكم مشاهدين الكرام على حصل المتابعة في رعاية الله فلوجة يوتيوب كل ما فاتك من أخبار وبرامج نقدمه لك باختصار من خلال صفحتنا على موقع الفيسبوك تحية لكل ما قدم يد العون إلى أخوتي هنا وهنا رحية من البصرة وإليها لديالا والأنظار بث مباشر لنشراتنا وبرامجنا والأخبار العاجلة بإمكانكم التفاعل معها الفلوجة معك أينما كنت هل يشهد أقليم كردستان مرحلة جديدة من الصراع بين الحزبين الرئيسيين؟ ما حقيقة الخلاف على المناصب والموارد؟ وهل سيؤدي إلى تقسيم الإقليم إداريا؟ ما مدى انحياز واغداد لجهة دون أخرى؟ وما دور العامل الإقليمي والدولي في صياغة المشهد السياسي؟ أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ورحب بضيوفنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل محمد زنقنا الكاتب والمحلل السياسي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وهنا في الستوديو شاهو قرداغي الكاتب والمحلل السياسي أهلا بكم ضيوفا في حوار التاسعة سيدة محمد زنقنا هل في الأفق ما ينبئ بحل أزمة تقليم كردستان بين الفارتي واليكتي؟ أم الموضوع يحتاج إلى وقت حتى يعاد التوافق من جديد؟ نعم مساء الخير دكتور تحية للضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء طبعا الوضع ليس بهذه السوداوية والجهنمية التي من الممكن أن يتصورها الواحد طبعا هناك خلافات هناك الكثير من المسائل المختلف عليها بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني لكن هناك مبادئ ونقاط أساسية تفق عليها الحزبان مهما كانت الخلافات موجودة أولا رفض وجود إدارتين في إقليم كردستان لأن هذا ضرب من الخيال وأمر مستحيل من المستحيل أن تعاد هذه المسألة إلى ما قبل عام 1996 وصولا إلى 2005 هيا أولا ثانيا هناك مساء المهمة جدا أن الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني لا يمكن أن يحكم إقليم كردستان بدون غيرهما حتى لو كانت هناك اتفاقيات أخرى بين الاتحاد وأحزاب أخرى والديمقراطي وأحزاب أخرى إذن كل هذه المسائل توصلنا إلى نقطة مهمة ألا وهي أن الاتفاق ما زال ساريا وما زال جاريا وما زالت المفاوضات مستمرة وما زالت الاتصالات مستمرة أيضا كانت هناك أخبار يوم البارحة أو يوم أمس تؤكد بأن الرئيس مسعود بارزاني قطع وعدا على السيد كوسرة رسول علي بأن يكون منصب محافظ كاركوك من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني لأن الحزب الديمقراطي الكردستاني ينظر بعين كردستانية إلى كل هذه المناصب ولكن شرط البارتي أن لا يكون هذا المحافظ ممن أيدوا مسألة السادس عشر من أكتوبر أي أن هناك أزمة ثقة بسبب تأثير هذا الجزء المستيطر للأسف على وضع الاتحاد نعم إحنا اللي عرفنا أن المشكلة أن السيد مسعود البارزاني فيما يتعلق بمنصب محافظ كاركوك يريد شخصا مستقلا ليس قضية أنه موافق على ما حدث في كاركوك مؤيدا أو لا هذه النقطة نقطة الثانية اللي يجعل ربما الموضوع شوية به سوداوية مثل ما تفضل الجنابك بأن الموضوع هو ثأري لما حصل في كاركوك قبيل أبدا أبدا بعيد ما جرى من دخول الجيش العراقي البارتي ريدي ثأر من السليمانية أربيل تريد تثأر من السليمانية بعد تأييد السليمانية لما حصل في كاركوك هذا مرتكز الموضوع لا لا دكتور لا أبدا طبعا لا لا أبدا نبدأ من الأخير نعم يضاف لها قضية خسارة منصب رئيس الجمهورية السيد برهم صالح حينما صار وكان هناك خلال بالاتفاق في برلمان بغدال دكتور نبدأ من الأخير مسألة الثأر الحزب الديمقراطي الكردستاني لو كان يريد الثأر من كل شخص يعني أذا أو من كل شخص عرقا للعملية السياسية في إقليم كردستان كان استعمل هذه المسألة من بعد سنوات الأربعة وستين والستة وستين والخمسة وسبعين والثمانينات وصولا إلى أربعة وتسعين ووصولا إلى مسألة إختيار رئيس الجمهورية مثل ما تفضلت حضرتك بعد إختيار رئيس الجمهورية بفترة قليلة جدا الحزب الديمقراطي الكردستاني بادر إلى الحوار مع الاتحاد الوطني الكردستاني مع وجود الاعتراض حتى هذه اللحظة على الآلية التي اختير بها رئيس الجمهورية وهذا نفس ما يعلله الاتحاد الوطني الكردستاني للأسف حول هذا الموضوع إذن مسألة اختيار محافظ مستقل لكاركوك هذا كان أمر وارد وكان من إحدى الاقتراحات المهمة التي أطلقت من قبل حزب الديمقراطي الكردستاني إلا أن الاتحاد الوطني أصر على هذه المسألة أن يكون محافظ كاركوك من حصة ونصيبه ومن داخل قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني لتمشية المسألة ولوجود سلاسة ومرونة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وافقت قيادة الحزب الديمقراطي بأن يكون منصب محافظ كاركوك للاتحاد الوطني الكردستاني ولكن دون تسمية الشخص حتى في اتفاق خمسة شباط لو طلعنا على النقاط لم تكن هناك نقطة نص بأن مسألة كاركوك ومحافظ كاركوك يجب أن يكون حصرا من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني لكن هذه كانت ليست مننا وليست خير ولا فضل من الحزب الديمقراطي الكردستاني بل هي مسألة اتفاق وتوافق بين الحزبين لتمشية الأمور وعدم الوصول إلى نقطة الصفر وكما أقول كان هناك اتفاق شفهي أو وعد شفهي من قبل الرئيس مسعود بارزاني إلى السيد كوسرة رسول علي لكن في اللحظات الأخيرة حاول التيار الذي يسيطر للأسف على الوضع في الاتحاد الوطني الكردستاني أن يقلب المعادلة أن يعرق الاجتماع البرلمان كما عرق الاجتماع مجلس محافظة كاركوك من هذا التيار داخل الياكة؟ التيار الذي أيد التيار التيار الذي فتح الأبواب للحجد الشعبي وللجيش العراقي بالدخول إلى مدينة كاركوك بخرق الدستور وبخرق الاتفاقيات العسكرية والسياسية وبخرق الواقع الموجود في داخل هذه المدينة هذا التيار أقوى من تيار كوسرة رسول وبالتالي له الكلمة وبالتالي هذا الأزمة معناها مستمرة شوف دكتور خليني أوضح لك شغلة مهمة جدا يعني حضرتك ذكرت موقف ومبادرة من دكتور برهم صالح هل من الممكن أن يكون جزءا من الحل؟ للأسف دكتور برهم صالح تحول إلى جزء من المشكلة وليس إلى جزء من الحل هذا التيار إن كان يعتبر نفسه أقوى في داخل الاتحاد الوطني الكردستاني هو دائما يهدد بالسلاح هذا التيار دائما وعن طريق الفيسبوكيين والذين يريدون تأجيج الوضع عبر وسائل السوشيال ميديا يريدون أن يبينوا بأن الوقت ما زال متواجدا أو الوقت ما زال يعني موجودا لتقسيم الإقليم إلى إدارتين ولكن عندما قلت لك هاي المسألة مستحيلة ليش؟ لأن قبل لما كانت أكو إدارتين الاتحاد الوطني الكردستاني لوحده هو الذي كان مسيطرا على هذه المنطقة اليوم عندك حركة التغيير حركة التغيير معارضة تماما للاتحاد الوطني الكردستاني حتى لو اتفقت معها على الكثير من النقاط ولا أعتقد حركة التغيير في اللحظات الأخيرة غيرت موقفها وأخلت بالاتفاق مع اليكتي وانضمت إلى الفارتي بعد استحصال مكاسب في الوزارات دكتور هاي لعبة سياسية جيد ممتاز هاي مسألة أتفق معك لعبة سياسية لعبة مصالح مسألة لعبة سياسية نعم دكتور شوف سنة 2013 همات كانت أكو اتفاقية بين حزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير حركة التغيير بسبب بعض التأثيرات من قبل أساس المتواجدين في داخل هذه الحركة وأبرزهم وأذكر بالاسم بدون أي شك الدكتور يوسف محمد لأنه كان يلعب على نقطة مهمة أنه إذا انتهت مدة رئاسة الأقليم بدون اختيار رئيس أقليم آخر فسيتحول رئيس برلمان كردستان إلى رئيس أقليم كردستان لإدارة هذا الملف أو لإدارة رئاسة أقليم كردستان وهو كان يطمح بهذه النقطة ولا أعتقد أن حركة التغيير سوف تعيد هذه الكرة مرة أخرى وتخلب الاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وأذكر المشاهدين أن الاتحاد الوطني الكردستاني وفي أواخر أيام عندما كان الرئيس الراحل مام جلال الله يرحمه كان في صحته وقع اتفاق في دباشان مع المرحوم نوشيروان مصطفى وهذا الاتفاق كان على الأقل من قبل بعض التيارات المتواجدة في داخل حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني مستفزا للديمقراطي لذلك أعتقد أن هذه المسألة يجب أن تأخذ بسلاسة ويجب أن يتفهم الجميع أن البديل الوحيد للحزب الديمقراطي الكردستاني هو فقط الاتحاد الوطني لا غير جيد يعني إحنا لما بدينا الحلقة بديت جنابك المداخلة قلت الأمور مو بهذه السوداوية لكن ضمن المعطيات اللي بديت تسويقها أستاذ محمد لا وصلنا إلى نتيجة سوداوية على اعتبار بأن هناك خلافات ليس فقط على مستوى الفارتي واليكتي إنما يعني سوداوية الموضوع أن هناك تياران لا زال فاعلين في داخل اليكتي يعقد على الفارتي الاتفاق مع اليكتي بشكل أو بآخر أرحب مرة أخرى أرجع لك أستاذ محمد نعم بهالنقطة دكتور أرجع لك أستاذ محمد أستاذ شارو القرداغي مرحبا بك مرة أخرى إحنا واحدة من الأسئلة الجوهرية خشية الانقسام في داخل أقليم كردستان ما بين أربيل والسليمانية بأن هذا التيار الراديكالي في السليمانية المناهض للتوافقات ما بين الفارتي واليكتي الكلاسيكية التاريخية يذهب نحو قضية الابتعاد تماما في خياراته ويذهب بفدرالية مستقلة في السليمانية وربما في حلتشا كخيار لقطع العلاقة تماما ما بين الطرفين أقصد أربيل والسليمانية ما رأيك؟ تحياتي لك للضيف الكريم والمشاهدين الكرام حقيقة المشهد ليس بهذه السوداوية عندما نراها من فوق ونرى أن هناك حكومة إقليم وهناك مؤسسات ولكن عندما ننظر إلى المعطيات وإلى أرض الواقع وننظر إلى الانقسام الموجود إلى الآن داخل قوات البيشمارقة على سبيل المثال ندرك أنه لا يوجد ما يحمي كيان إقليم كردستان من الانفكاك أو التقسيم إذا ما حصلت اختلافات وانقسامات بين الحزبين والحاكمين لأنه إلى الآن كل حزب للأسف يحافظ أو يحتفظ بنفوذه في المنطقة التي هو يحكم فيها وأيضا هذا الأمر يعني اليكاتيب السليمانية مالتين السليمانية والفارتي الأربيل ودوهوك مالتين وأيضا إلى الآن الانقسام الموجود بين القوات العسكرية بين قوات البيشمارقة إلى الآن موجود على أعرض الواقع وحتى المحاولات التي تم تنفيذها من قبل وزارة البيشمارقة لتوحيد قوات البيشمارقة لم تنجح وبالتالي ليس لدينا الضمانات الكافية لأن لا ينقسم إقليم كردستان لأراق وأيضا مع كل اختلاف في مصالح هذين الحزبين يخرج أصوات تهدد بالعودة إلى الوراء صارت تعقيدات أكثر محمد زنقنا يقول لك بأنه صارت تعقيدات في الثمانينات وفي الستينات وفي التسعينات والقتال ما بين البارزانيين والطالبانيين احنا بالنهاية ذهبنا إلى توافقات وجلسنا وتفاوضنا وخرجنا بمشتركات شنو اللي ممكن يختلف ويجعل الأمور بهذا السوداوية بمعطيات الانقسام ما بين الطرفين المشكلة ليس هناك ضمان بأن لا يحصل هذا الشيء ونحن كما رأينا هناك اتفاقيات سابقة أيضا بين الحزبين والحاكمين وأيضا هناك الآن في أحداث الاستفتاء يعني كاد الأمور أن تخرج عن السيطرة في أحداث 16 من أكتوبر والخطوات التي أقدمت عليها الاتحاد الوطني الكردستاني وتعاون مع بغداد في سبيل هذا الأمر وبالتالي هذه الأمور قد تتكرر في المستقبل الآن هل يعقل أن كيان إقليم كردستان العراق كيان دستوري وكيان ينظر إليه باقي المواطنين في العراق ويريدون تطوير مناطقهم مثل هذا الكيان هل يعقل أن يهدد كل ما حصل مشاكل بين الحزبين؟ لماذا خلال السنوات الماضية لم يتم ترتيب أو لم يتم تنفيذ المؤسساتية داخل حكومة الإقليم بحيث لا يمكن لأحد أن يخشى على كيان الإقليم مستقبلا ألم يكن من الممكن إنشاء جيش بيش مارقة واحد موحد بالتعاون واستشارة القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي التي تمول هذا البرنامج ولكن إلى الآن لم تتحقق للأسف إلى الآن هناك قيادات عسكرية هي تدير القوات البيش مارقة وليس هناك إدارة واحدة موحدة وإلا لما حصل الانقسام الموجود في 16 من الأكتوبر نصفهم لأنهم أخذوا أوامر من قيادات مسلحة انسحبوا والنصف الآخر لم ينسحبوا والناس أخذت أوامر من السليمانية والناس أخذت من أربيل من أربيل أيضا من السليمانية انقسمت الأمور أخذت من قيادات عسكرية معينة التي تتبع لهذا الذراع التي كانت اتفقت مع بغداد وبالتالي نرى أنه إلى الآن وحتى بعد الاستفتاع بعد السنتين إلى الآن لم يوجد مشروع آخر بديل لتوحيد الإقليم كورتسان العراق نهائيا ويكون هناك مشروع كامل متكامل يضمن أو يحصن إقليم كورتسان العراق من أي اختلافات من أي اقسامات يكون هناك الكيان دستوني طبعا أنا لا أنكر في أي عملية سياسية الأطراف السياسية من الطبيعي أن ينقسموا ويحصل بينهم خلافات ونزاعات ومشاكل ولكن لا يكون على حساب الكيان الذي أنت تعيش فيه هنا المشكلة الرئيسية التي نواجهه هو أن هذا الانقسام قد يؤثر على هذا الكيان وعندما يكون هناك أطراف تؤجج لهذا الأمر أو وسائل إعلامية تتحدث عن هذا الأمر من يؤجج؟ هناك أطراف بلا شك قد تستفيد أو تحصل على مناصبها من انقسام إقليم كورتسان العراق لأنه تتحدث عن بغداد أو أطراف هارجية؟ بلا شك بغداد وخاصة الآن هناك أطراف في بغداد أيضا لماذا هم صامتون ولا يتخذون أي موقف؟ لأنهم يرون أنه من الإيجابي أن يحصل هذا الأمر فهم قد يستغلون الثغرات الموجودة بين الأطراف الكردية كانت تتفق مع محمد زنقليم أن برهم صالح جزء من المشكلة وليس جزء من الحل أنا أعتقد أن اختيار برهم صالح بغض النظر عن الآلية التي تم اختياره كان يجب أن يتم فتح صفحة جديدة وراء اختياره وأن لا يكون هناك نية للثأر أو انتقاب من طريقة هذا الاختيار وأن يكون هناك تصرفات يعني أنت مؤمن بوجود فكرة ثأرية مما حصل في بغداد أو ما حصل في كركة أعتقد أن هذه للأسف هذه السياسات إلى الآن نقرأها من خلال التصرفات التي يقوم بها الحزبين الحاكمين وباقي الأحزاب الموجودة لأنه أنا لا أستطيع أن أحمل حزب صغير في غنوك رزان مسؤولية ما يجري الآن أنا أحمل الحزب الأكبر ثم يليه ثم يليه يعني ما تحمل التغيير؟ تحمل البارت وياكتي؟ بلا شك هم مسيطرون بالكامل على النفوذ حتى لو شاركت التغيير في الحكومة في منطقة السليمانية النفوذ للاتحاد الوطني الكردستاني يعني إذا أراد الاتحاد الوطني الكردستاني أن تجعل من هذه الحكومة ضعيفة لم تسمح لها بالعمل في منطقة السليمانية وبالتالي تكون حكومة ناقصة ولا تستطيع تكترى لهذه المنطقة وهذا خطر الانقسام الذي نناقشه الآن أستاذ محمد زنقرة يعني أحيل إليك هذه الفكرة فكرة الانقسام المخيف الذي قد يحصل ما بين السليمانية وأربيل طبعا يعني واحدة من مقاومات هذا الانقسام بأن أدوات التوافق السياسي في إقليم كردستان التي كانت موجودة في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات وحتى في بداية العمل السياسي بعد 2003 لم تعد موجودة لم تعد قائمة وبالتالي هذا الذي يرشح مسألة عدم التوافق وذهاب كل طرف إلى خياراته سواء سليمانية أو أربيل نعم طبعا دكتور أحيد الدكتور شاهو مرة أخرى وأوافقه على يعني جزء مهم جدا مما تفضل به ولكن مسألة يعني إعادة عودة الحرب الأهلية مرة أخرى في إقليم كردستان عندما أقول أن هذه المسألة مستحيلة حضرتك تحدثت عن مسألة الستينات والسبعينيات والثمانينيات في تلك الفترات كلها وحتى ما بعد 2005 لم يكن لكردستان وجود واعتراف دستوري أو قانوني على الرغم من وجود قانون سمي بقانون الحكم الذاتي ولكن هذه المسألة كانت تدار بطرف واحد من قبل حزب واحد ألا وهو الحزب البعث العربي الاشتراكي بقيادة صدام حسين لكن الاعتراف القوي الدستوري القانوني لإقليم كردستان عندما جاء بعد قانون إدارة الدولة العراقية سنة 2005 أبعدت الإقليم مسافات كبيرة عن خطر أي تهديد يمكن أن يعني يؤدي إلى تقسيم الإدارتين أربيل والسليماني هذا أولا ثانيا الإقليم اليوم يستقبل أكثر من أربعين بعثة دبلوماسية فمن المحال أن يلجأ أي مواطن في إقليم كردستان إلى تخريب هذا الوضع بسبب مزاج هذا القيادي في هذا الحزب أو مزاج ذاك المحلل السياسي من ذاك الحزب النظوج السياسي لدى المواطنين في إقليم كردستان دكتور زيد اختلف تماما حتى نهاية التسعينات لم تكن هناك وسائل تواصل بين إقليم كردستان ودول العالم اليوم المواطن الكردستاني يطلع على تجارب الدول السياسية يعترض على حكومته يظاهر ضد حكومته ولكن مسألة الاستفتاء وتصويت الشعب بغض النظر عن صراعات السياسيين 93% عندما قالوا نعم لاستقلال كردستان هذه المسألة طمئنت الجميع وأقلقت بغداد مما أدى بهذا التيار المتواجد داخل الاتحاد الوطني الكردستاني إلى افتعال مفتع له في 16 أكتوبر لو كانت هناك أرضية خصبة للاقتتال الداخلي لكان هذا الاقتتال وصل إلى ذروته في يوم 16 أكتوبر نحن نتذكر بعض الوسائل الإعلامية تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني كانت تعب الجماهير بأخبار كاذبة كانت تقول بأن الرئيس بازاني اتجه إلى تركيا البارتي فرغ مقراته أربيل باتت متروكة من الأمن والبيشمرقة والشرطة كل هذه المسائل كان من الممكن أن تأتي إلى حرب داخلية ولكن أستاذ محمد كل هذه المعطيات التي ذكرتها جلابك التي تمنع الانقسام ما بين أربيل والسليمانية طبعا شكل الانقسام لا يعني بالضرورة الدخول في حرب أهلية يعني إحنا نتحدث عن انقسام بالنفوذ المعطيات تغيرت بغداد صارت فاعل في هذه الأزمة مثل ما تفضلت جلابك سواء من خلال سيد برام صالح أو من الفوعل الآخرين في العمل السياسي وبالتالي كيف يمكن أن نوائب ما بين أربيل والسليمانية مرة أخرى والموضوع بأساسه هو عبارة عن صراع مصالح وصراع نفوذ يتعلق بكاركوك تحديدا عوفك من وزارة العدل بغداد كاركوك يا أخي هي الأزمة اللي العراق ما استقر بسببها من 2003 ونت جاي صحيح دكتور مو بس من 2003 يعني من وقت تأسيس الدولة العراقية وحتى هذه اللحظة كاركوك هي حجر عثرة في أمام مسألة استقرار العراق بسبب تعنط الحكومات العراقية من إجراء أي تطبيع أو استفتاء واليوم بسبب تحنط تربيل والسليمانية أو بسبب الحكومات السابقة صح؟ يعني مسألة التعنط حتى لو كانت هناك صراعات الطرفان متفقان على أن هذه المدينة مدينة كردستانية مستقطعة مسلوبة من قبل الحكومات السابقة نتذكر أن الاتحاد الوطني الكردستاني كان يحمل شعار كاركوك أو خانقين أو سنبقى نحارب لطول العمر يعني هذه الشعارات كانت تطلق علينا في أساد محمد أستاذ محمد أعتذر ولله لكن دكتور بس خليني أكمل بس خليني أكمل يحتاج إلى نقاش أنت جلابك يا أستاذ محمد تذكر بأن كاركوك هي نقطة إجماع سياسي واقتصادي لأربيل لإقليم كردستان برمتها الآن هي نقطة خلاف ما بين الطرفين ليس نقطة إجماع وطني وهذا يرشح لانقسام ما بين الجيلات دكتور نقطة الخلاف هذه بسيطة جدا من الممكن أن تحل باجتماع واحد ولكن كما حصل في اتفاق الخامس من شباط هذه المسائل كلها انحلت في الخامس من شباط ولكن المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني يا دكتور وآسف على هذه المقولة مكتب سياسي ضعيف جدا بدليل أن الأستاذ سعدي بيرا ما تحمل أنه يكون متحدث رسمي للإتحاد الوطني الكردستاني بوجود هذه الانقسامات هناك ثلاث مؤسسات في داخل الاتحاد الوطني الكردستاني تتصارع فيما بينها بافيل طالباني نسوي لكم بعبوع في أربيل لا دكتور أصلا مع احترامي مع احترامي لشخص بافيل طالباني يعني أنا ما حشيت عنه وما ذكرته وما أذكره أصلا ولكن بافيل طالباني حتى لو كان عنده تيار عسكري من الممكن أن يكون مؤثرا على الأقل إعلاميا وميديويا بعض الشيء يعني فيما يتعلق بالسوشيال ميديا بعض الشيء لكنه لا يمكن أن يؤثر على القرار السياسي الموحد لالاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني وإن كانت هناك افتعالات في داخل الاتحاد الوطني الكردستاني لأي مشكلة فهذا الحزب هو الذي سيخسر لأن كل نكسة كل انتكاسة بداخل الاتحاد الوطني الكردستاني سوف تعطي القوة لغريمه حركة التغيير وللأحزاب الأخرى وهذه المسائل لا أعتقد تكون بعيدة عن فكر الأخ بافيل أو غيره أو غيره لذلك أنا بس أحب يعني أعرج على نقطة مهمة جدا نعم دكتور أنا أوافق ما قاله الضيف الكريم أن مسألة المؤسساتية في داخل وزارة البيشمرقة مهمة جدا وهذه المسألة تعمل عليها حكومة تقليم كردستان بدليل أن هناك ألوية موحدة من قوات البيشمرقة جاهزة في أي وقت يتم فيه الاتفاق بين حكومة تقليم كردستان وحكومة بغداد لعادة انتشار قوات البيشمرقة في هذه المناطق ونقطة مهمة أخرى تغريدة سروا عندما تحدثت عن مسألة التوريث طيب ما سروا أيضا قيادية في حزب يترأس أخوها وأخوها تارس الحزب من أقاربه ولا دعم عمومته وكل من كانت له أن يتصلت قرابة به يعني شنو هذا التناقض في التصريحات عندما تعترض على التوريث في داخل الاتحاد والحزب الديمقراطي وهي أصلا في قلب التوريث السياسي جيد ساد شاهو فيما يتعلق بكركوك يعني هي المفروض نقطة توافق كردي يعني من المشتركات التي ما ينبغي التنازل عنها اليوم هي ليست مشتركا اليوم هي القنبلة التي فجرت النزاع ما بين الطرفين وأدى إلى عدم التوافق في تشكيل حكومة أقليم كردستان وبرلمان بلا شك أن كركوك في أدبيات الحركات الكردية يسمونها قدس كردستان وهذا يشكل لك انطباع بأنهم يجب أن يهتموا بهذا القدس وأيضا يجمعون عليه ولكنه تسبب بشرخ كبير في 16 أكتوبر الآن تسبب بعرقلة تشكيل حكومة أقليم كردستان العراق وعرقلة منصب وزارة العدل هذا إلى ما يرجع يرجع إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني بدأ يريد أن يفتح صفحة جديدة بأنه لن يدخل مفاوضات تشكيل الحكومة إلا بباكيتش كامل يتكون من وزارة العدل يعني يربط بين بغداد وبين كركوك وبين حكومة أقليم كردستان العراق وعندما يحصل على هذا المنصب تماما عندما يحصل على هذا المنصب لماذا يريد أن يصر على الحصوله على هذا المنصب أولا ثم دخوله إلى حكومة إقليم كردستان العراق نحن نعلم أن هناك انتخابات محلية قادمة يريد أن يخفف ما قام به في 16 أكتوبر أن يخفف من آثار هذا الشيء على جمهوره وأيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا يريد أن يحصل على أصوات الأكراد في هذه المحافظة عن طريق تعبير على أهمية هذه المحافظة بالنسبة لحزب الديمقراطي الكردستاني ولكن محور الموضوع هل سيتم في حال أخذوا هذه المحافظة وتم التوافق عليها هل سيتم إنهاء مشكلة كركوك بين الحركات الكردية حتى يتم فتحها بين بغداد مع بغداد الآن أيضا بغداد قد تتدخل في موضوع كركوك لأنها تعتبر أن موضوع كركوك موضوع رئيسي حركات ولو ما تكلمت الحكومة حتى الآن إلى الآن لم تتكلم لأن الجانب الكردي الآن في خلاف وهي تريد أن تستغل هذا الخلاف أيضا لاستمرار بقاء الأوضاع على ما هي عليه الديمقراطي الكردستاني يشترط تطبيع الأوضاع في كركوك ثم اختيار المحافظة الاتحاد الوطني يريد ضمان الحصول على المحافظة لأنه كما رأينا مع نجمة دين كريم وهو كان من الاتحاد الوطني الكردستاني الآن أصلا فصلوا من الحزب وبالتالي لا يريدون تكرار هذا النموذج أيضا مرة أخرى مع شخص آخر ولكن أهم ما في الموضوع أن الاتحاد الوطني يريد أن يظهر تغييرا حاصلا في سياساته الخارجية يريد أن يظهر بأنه أكثر اهتماما وأنه لا يغضى للمطالب أو لا يريد تقسيم النفوذ حسب وزنه الجماهيري يريد تقسيم النفوذ كأن لديه خمسين بالمئة مثل الماضي وهذا الأمر قد يكون صعبا على الديموقرات الكردستاني بس حتى يعني من لقص الفكرة سيناريوهات الخلاف ما بين الطرفين سريعا أنا أعتقد أن جميع السيناريوهات مفتوحة في هذه الوضع لأنه لا يوجد ما يحمي ما ينصون هذا الإقليم من إنجرار هذا الاختلاف هذه أمور أخرى وهذا ما نخشى منه لأننا لا نروج لهذه الفكرة بل نحن نريد إبراز النقاط الواقعية الموجودة على أرض الواقع حتى لا يتدهور الأمور إلى صدام عسكري أو نحن أفصل لا نتحدث عن حرب أهلية يمكن أن يكون هناك تقسيم بالنفوذ الخارطة الإدارية واضحة الخارطة الإدارية كما كانت في السابق وهذا ضرر كبير وهذا يمهد أصلا لتقسيم أكبر لإقليم كرسان العراق بينما هناك أنظار خارجية لهذا الإقليم بأن يكون إقليم قوي وباقي مناطق العراق يتخذون من هذا الإقليم كقدوة ويكونون مثله وأيضا أنا لا أنكر وجود أجند خارجية تستغيل هذا الوضع الحاصل لأن هناك دول خارجية قد تستفيد من وجود حكومة مركزية قوية وتريد بناء علاقات قوية وأيضا حدوث شرخ بين الأحزاب الكردية بين حزبين الكردين وبين أربيل وبغداد ينصف في هذا الذي في من يريد تقوية بغداد وإعادة العلاقات مع بغداد على حساب إضعاف الإقليم وكيف سيحصل لهذا الإضعاف عن طريق تأجيج الخلافات بين الاتحاد الوطني الكردستاني وديمقراطي الكردستاني أستاذ محمد زنقنة بغداد لحد الآن ما تكلمت أليس من المفترض أن تكون لها رأي يعني نحن حقيقة نخشى على أقليم كردستان من سيناريو خطير مع افتراضنا وحديثنا عن قضية الانقسام ما بين أربيل والسليمانية ولكن نخشى أن يحصل هذا فعلا اليوم كان هناك مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي كنت أنتظر أنا شخصيا في سياق الإعداد لهذه الحلقة مع فريق الإعداد أن يقول كلمة فيما يتعلق بهذه الأزمة لكن ما قال هذه الكلمة كيف نفسر هذه الجزئية في دقيقتين نعم دكتور طبعا عادل عبد المهدي هو الصديق مقرب من كل الحزبين وأعتقد أنه يريد أن يبعد نفسه عن الحرجة في أي كلمة ممكن أن تفسر خطأ من قبل هذا الحزب أو ذاك الحزب هذه نقطة أولى نقطة ثانية أعتقد أن بقاء بغداد بعيدة عن هذا المشهد السياسي وهذا الخلاف السياسي الذي لحد هذه اللحظة أرفض أن أسميه صراع سياسي لا يمكن أن تكون بغداد طرفا فيه إلا وفضلت كفة على كفة أخرى وهذا لا يمكن أن يكون مقبولا لا من قبل الاتحاد الوطني ولا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وقد فشلت بغداد في أن تفضل كفة على أخرى بدليل أن العبادي استقبل الكثير من سياسي الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والجيل الجديد بعد 16 أكتوبر وسميت هذه الزيارات بالحج الكردي ليعود العبادي شخصيا مرة أخرى للتفاوض مع الرئيس مسعود بارزاني ونيتشيرفان بارزاني بعد نتائج الانتخابات إذن هذه المسائل أعتقد لو كانت الحكومة العراقية حكومة قوية وصلبة ولا تعاني أصلا من انقسامات سياسية ولا تعاني أصلا من حروب شوارع بين قوات قانونية وغير قانونية في داخل شوارع العاصمة وشوارع المدن الأخرى لكان من الممكن أن يلجأ الأقليم إليها أو تلجأ الأحزاب التي تكون متنفذة في الأقليم إليها لحل هذه الخلافات بين كافة الأطراف لذلك أعتقد أن بقاء بغداد بعيدة تماما عن هذا المشهد السياسي أفضل لها وأفضل لنا كثيرا لكي يكون الحل السياسي الموجود في داخل الأقليم حلا كردستانيا وأعتقد وحتى هذه اللحظة أبواب الحل مفتوحة وآفاق الحل واسعة جدا بين الحزبين نتمنى ذلك شكرا جزيلا محمد زنقنا وشاهو القرداغي ضيوف حوار التاسعة في هذه الليلة مشاهد الكرام الشكر موصولكم أولا وأخيرا على طيب المتابعة نلتقي غدا عند التاسعة في حوار التاسعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة